موسيقى مش بس قدم السلام ولكن قدم الإرسالية وأعطاهم عربون الروح القدس مكتوب نفخ طبعا فيهم وقبلوا الروح القدس طبعا هذه النفخة هي عربون قبل يوم الخمسين اللي حل الروح القدس كما تنبأ المسيح عن مجيء الروح القدس لكن هذا كان مهم جدا ليشجع التلاميذ وليقوي التلاميذ وهذا عربون حتى يأكد شركته وعلاقته معهم وسلامه فيهم وإرساليته وسلطانه لغفران الخطايا وهون طبعا الكلمة بتذكرنا عندما نفخ الله في آدم الحياة وهكذا المسيح ينفخ الروح القدس روح الحياة أو كما مكتوب أيضا دخل فيهم روح فحيوا في سفر حسقيال النبي لكن توما ما كانش مع التلاميذ وكان غير مصدق توما طبعا قال يعني إذا ما شفتش تلات أشياء ينبغي أن أرى يسوع أحط يدي في إثر الجراح وأيضا إصبع في الجنب المطعون لأنه هذا كان معروف عندما كان يسوع المسيح وفعلا جاء المسيح وظهر لتومة واتعامل مع تومة معاملة خاصة وقال للجميع للتلاميذ مرة أخرى سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا وتكلم مع تومة الغير مصدق وطلب منه أن يضع يده لكن فعلا تومة آمن وتحول فعلا التلاميذ من عدم التصديق أو عدم الإيمان إلى الإيمان واليقين وتحول التلاميذ من الخوف إلى الشجاعة وأيضا اتحولوا من الحزن إلى الفرح وأصبحوا مرسلين ليسوع المسيح جاء يسوع المسيح والأبواب مغلقة بعد ما أكمل الفداء جاء للتلاميذ بجسد ممجد وقال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا منحهم السلطان أن يغفروا الخطايا وفعلا كان أكد على أهمية رؤية المسيح في الجسد وأصبحوا مصدقين لهذا الظهور الخاص اللي اتعامل معهم مرتين أول مرة في العلية من غير تومة وتاني مرة ظهر بعد ثمانة أيام مع تومة وأعطى واحد من أعظم الإعلانات كما أعلنت من قبله مريم المجدلية ربوني يعني ربي أنا شخصيا والآن توم يقول ربي وإلهي موسيقى 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 اشتركوا في القناة